اشتركوا في القناة وقفت قصبة شبه عصر ووقف الملاك قائلا لي قم وقس هيكل الله والمزبح والساجدين فيه وأما الدار التي هي خارج الهيكل فاترحها خارجا ولا تقسها لأنها قد عطيت للأمم وسيدسون المدينة المقدسة 42 شهرا وسأعطي لشاهدي فيتنبآن 1260 يوما لبسين مسوحد هذان هما الزيتوت النتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما تخرج نارا من فمهما وتأكل أعدائهما وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا لابد أن يقتل هذان لهم السلطان أن يغلق السماء حتى لا تمتر مطرا في أيام نبوءتهما ولهم سلطان على المياه أن يحولاها إلى دم وأن يضرب الأرض بكل دربة كلما أراد ومتى تمم شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما وتكون جثتهما على شارع المدينة العظيمة التي تفعى روحيا سادوه ومصر حيث صلب ربنا أيضا وينظر أناس من الشعوب والقبائل والألسدة والأمم جثتيهما ثلاثة أيام ونصف ولا يدعون جثتيهما توضعان في قبور ويشمت بهم الساكنون على الأرض ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض لأن هذين النبيين كان قد عزب الساكنين على الأرض ثم بعد الثلاثة الأيام والنصف دخل فيهم روح حياة من الله فوقف على أرجلهما ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهما وسمعوا صوتا عظيما من السماء قائلا لهما إصعد إلى هاهنا فصعد إلى السماء في السحابة ونظرهما أعداءهما وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة وسقط عشر المدينة وقتل بالزلزلة أسماء من الناس سبعة ألاف وصار البقون في رعبة وأعطوا مجدا لإله السماء الويل الثاني مضى وهو ذا الويل الثالث يأتي سريعا ثم بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الآبدين والأربعة والعشرون شيخا جالسون أمام الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكت وغضبت الأمم فأتى غضبك وذمان الأموات ليدانه والطوعة الأجرى لعبيدك الأنبياء والقدسين والخائفين اسمك الصغار والكبار وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض وانفتح هيكل الله في السماء وظهر تبوت عهد الله في هيكله وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم والمجد لإلهنا دائما أبديا أمين سمعنا هنا في القراءة الإصحاح التي تلعت علينا الآن لأول مرة عن الوحش الصعد من الهاوية وبعد كذا هنسمع عنه بالتفصيل في الإصحاحات القادمة بمشيئة الله ابتدى الإصحاح بأنه يحنى أعطي قصبة شبه العصى والملاك اللؤوم وإيس الهيكل هنا الزمن اللي احنا بنتكلم فيه دهوت هو زمن ضد المسيح اللي هينادي بنفسه إله لدرجة أنه هيجلس في هيكل الله ويظهر نفسه أنه إله كما سكر معلمنا بولس في رسالة سالونيك التانية وهيتخذ مدينة أرشاليم المدينة المقدسة مركزا لكي يبص أفكاره الشيطانية والأباء اللي شرحوا السفر دهوت قالوا أنه هيتجمعوا من حواليه اليهود الأشرار اللي هم بيرفضوا الإيمان بالمسيح يفتكروا أن ضد المسيح دوت هيبن لهم الهيكل عشان يقدموا فيه زبائح الدموية اللي فاكرين أن هي لسه هيقدروا يقدموها ويعيد لهم المجد الأديم اللي راح بتاع الهيكل وممكن هينخدع وراءه أيضا بعض المسيحيين اللي بيعشموا في ملكوت أرضي وفي مكاسب مادية في الحياة فيفتكروا أن ده المسيح جاي عشان يملك على الأرض ملك مادي عشان كده المسيح حذرنا من القصة دي وقال لنا إن قال لكم أحد أن هو هزى المسيح هنا أو هزى هناك فلا تصدقوا لكن ربنا بيحب يطمننا على أولاده الحقيقيين اللي تعلقت نفسهم بالرب وينتظروا ملكوته الأبدي السماوي دول بقى محفوظين ومعروفين عنده ومعرفهم بأسماءهم ومختارهم وبيطمنهم يعني في العهد الأديم حسقيال أعطي قصبة عشان يئيس إنما هنا الرأي خد قصبة شبه عصى يعني قصبة قوية جديدة وعشان يئيس الهيكل والأباء اللي شرحوا لنا هذا النص قالوا لنا أن المقصود بالهيكل هنا ليس هو هيكل بعينه هيكل مادي أرضي لأن طبعا الهيكل بتاع سليمان كان تهد في الوقت ده لأننا نتكلم الرؤية دي كانت سنة حوالي 95 ميلادية والهيكل اتهد سنة 70 فالهيكل هنا هو حاجة معنوية اللي هما يقصد بهم المؤمنين السابتين في الرب وفي الإيمان وفي الكنيسة هما دول هيكل الرب اللي يقصدهم اللي بيسجدوا ربنا بالروح وبالحق لا يبتغوا أي مجد زمني قدر ما يشتغوا الملكوت الأبدية الدار الخارجية هنا يقصد بيها دول بقى إيه الناس الخارجين عن الكنيسة اللي ليس لهم روح الإيمان ولا التعلق بالأبدية ولا بشخص السيد المسيح المدة بقى اللي ذكرها هنا اللي هي 42 شهر ديت دي المدة ضد المسيح هيضلل فيها البشرية ويخدع فيها الناس ولو نجي نحسب 42 شهر يعني لو أسمناهم على 12 هيطلع فيها 3.5 3 سنين ونص دي المدة اللي فيها هيضل ضد المسيح البشرية وبعدين بنتنقل للنقطة التانية اللي بعد كده بيتكلم على الشاهدين يقول إيه وَسَأُعْطِي لِشَهِدَيَّةِ فَيَتَنَبَقَانِ أَلْفِ وَمَئِتَيْنِ وَسْتِينَ يَوْمًا لَبِسِينَ مِسُوحًا لو ضد المسيح بقى بيضل العالم وينشر أضاليله ربنا هيبعت اتنين شاهدين غالبا هم إلية وأخنوخ يعيشوا في نسك وفي تقوى لأن طبعا ضد المسيح ده هيبقى عايش مترفه هو الأتباعه يعني لكن دول هيعيشوا في زهد وفي نسك ويقاوموا ضد المسيح اللي نصب نفسه ملك ده شيء طبيعي إنهم إلية وأخنوخ يظهروا قبل المسيح لأن زي ما جات النبوءة في سفر الملاخ بيقول أرسل إليكم إليه النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم والمخوف فيرد قلب الأباء على الأبناء وقلب الأبناء على أبائهم لألا أأتي وأضرب الأرض بالعنان وإشمعنا إلية وأخنوخ لأنهم لم يعين الموت الجسدي أخنوخ أخذ لم يوجد لأن الرب أخذه وإلية أصعد في مركبة نارية إلى السماء زي ما يكون ربنا أجل موتهم لحد ما ييجوا يقاوموا ضد المسيح ويسفكوا دماؤهم في هذا المجال ربنا بقى هيدديهم هيددي إلية وأخنوخ روح النبوة فهيتنبؤوا وهيبقى إليهم قدرة على صنع المعجزات وعلى الحوار وعلى الوعز وعلى التعليم وعلى محاورة ضد المسيح والرد على أضليله وخداعه لكن بعد 1260 يوم هيستشهده فلو قلنا أن فترة ضد المسيح 42 شهر يعني 13.5 يعني 1279 أو 78 يوم الفرق بقى بين الاتنين 18 أو 19 يوم ده بقى الفرق بين استشهدهم وبين موت ضد المسيح وانتهاء مملكته ولكن نلاحظ هنا في دراساتنا ديت أن الإصحاح ده وصف النبيين بعدة صفات جميلة جدا نستعرضها مع بعض في العدد الرابع قال عليهم هازاني هما الزيتونتين الزيتون ده نبات بيشير إلى السلام ومش للتخريب والهدم والتضليل لا ده حمامة نوح لما خرجت أطلقها نوح رجعت له بغصن زيتون أعلنت نهاية الطفان ونهاية الخراب وعودة الحياة مرة أخرى إلى الأرض هكذا الروح القدس بيعلن خلالها الشهادين دولت أنه هو بيحفظ الكنيسة يمنحها الفرح والسلام الداخلي ولا ينزع منها هذا السلام وهذا الفرح ولكن زي ما الشعب الله في القديم استقبل المسيح يوم الأحد بسعف النخيل وأغصان الزيتون ودخل المسيح قدم نفسه زبيحة من أجل خلاص البشرية كلها فبرضو إليه وأخنوخ كأغصان الزيتون اللي بتتهلل بها الكنيسة المنتصرة عشان تسبح من أجل عريسها دي أول صفة صفة الثانية برضو في العدد الرابع يقول والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض في شهادتهم هنا بقى ربنا مش هيفارقهم أبدا بيبقى دايما باستمرار واقف معهم يعطيهم الشجاعة يعطيهم الحكمة في خدمتهم وهيبقوا زي منارات قوية أعمدة شديدة تقيلة وزي المنارة في الهيكل ما كتبه تضاء بالزيت الزيت دا يشير للروح القدس هكذا إليه وأخنوخ هيشهدوا ليس من زواتهم ولكن بقوة الروح القدس العامل فيهم اللي بتكلم على ألسنتهم وهكذا الرب يعيني الكنيسة في عملها وفي تقديم الشهادة لإسم القدس أمام كل الناس يبقى أول صفة أنهم يصنعوا السلام تاني صفة أنهم نور منارات تالت صفة بقى الغيرة في العدد الخامس يقول وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما تخرج نارا من فمهما وتأكل أعداءهما وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا لابد أن يقتل ودي بيتفكرنا في العدد الآديم باللي صنعوا إليه مع قائد الخمسين مجنوده اللي جايين بيدوروا عليه فطلب نار من السماء فأكلتهم أحرقتهم فالشاهدين اللي هم إليه وأخنوه هتكلموا بكلام الله بقوة كلام الناري الجبار اللي هيحرق القش بتاع البدع والهرتقات اللي بيبسها ضد المسيح وده الوعد اللي ربنا قال للأرمية بيقول له أليست هكذا كلمتي كنار يقول الرب وكمترقة تحطم الصخرة وبعدين برضو برضو في صفر الأرمية يقول ها أنا ذا أجعل كلامي في فمك نارا وهذا الشعب حطب لتحرقهم هكذا الكنيسة دايما بتتسلح بكلمة ربنا اللي هي زي النار اللي بتاكل الضلال والبدع والهرتقات دي كانت تلت سفة رابع سفة أنهم بيصنعوا المعجزات في العدد السادس هزاني لهم السلطاني أن يغلق السماء حتى لا تمتر مطرا في أيام نبؤتهما ولهم سلطان على المياه أن يحولاها إلى دم وأن يضرب الأرض بكل ضربة كلما أرادوا ربنا يديهم سلطان واسع أنهم يبرزوا قوتهم وسلطانهم والهدف هو رد النفوس وتوبتها وعودتها من الانحراف والانجراف وراء ضد المسيح والسلطان دا اللي أرناه دلوقتي في العدد السادس دا يعني الجزء الأولاني دا إليه يأخده اللي هو أنه يغلق السماء فلا تمتر الجزء الثاني اللي هو سلطان يحول الماء إلى دم ويدرب الأرض بكل ضربة دا دا نوسى عمله بسبب قصوة فرعون أما شهادتهم بقى في العدد السابع ومتى تمم شهادتهم فالوحش الصعد من الجحيم سيصنع معهما حربا ويعزبهما ويقتلهم لا ننكر أن الحرب قائمة طول مدة الشهادة اللي هما بيشهدوها ولكن ربنا بيحفظهم لكن في وقت محدد لما ربنا يشوف اللي هم تمموا رسالتهم وعليهم بقى أنهم يثبتوا بالاستشهاد يسبح ربنا بقى لضد المسيح أنه هو طبعا إبليس ساكن فيه والشيطان بيغويه فيغلبهم ويقتلهم ولكن هنا ما نقدرش نقول أن موتهم قتلهم وموتهم الشهادة هتبطل أو هتفشل لأن بعد كده زي ما نشوف لو ضد المسيح افتكر أنه غلبهم وانتصر عليهم ولكن ربنا يرجع يبص فيهم روح الحياة ويعودوا إلى الحياة مرتين أخرى هنا في العدد الثاني من ضد المسيح بيستخدم الحياة الشيطانية عشان ينكل بالشاهدين فيلقي جفاسهم في الطريق لمدة ثلاثة يام ونص وبرضو هنا تاني بيرجع رقم ثلاثة ونص وهتبقى نوع من العداء للكنيسة ولكن ربنا بيستخدم شهادتهم لمجده زي ما هنشوف بعد كده العجيب أن شهادتهم كانت في قرشاليم المدينة اللي تمتعت بوجود الرب بالجسد فيها دعية عظيمة مش في قدستها ولكن في الشر اللي هي كانت ماشية فيه اللي هو بيبصوا ضد المسيح فيها ودعية روحيا سدوم إشارة لأن العنحطات والفساد اللي كان موجود في السدوم أصبح موجود فيها ومصر لأن بسبب القسوة اللي أظهر فرعون والعناد في أنه يخرج بني إسرائيل وصلب فيها ربنا لأن احتقرت الرب وهي بتحتقر أولاده مرة أخرى نكتفي بهذا القدر النهاردة وإن شاء الله نتابع في حلقة قادمة إن شاء الله شكراً جزيلاً